تراجعت مصر في مؤشر التنمية البشرية لهذا العام الصادم من بنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتصل إلى المرتبة 115 عالمياً وتخلفت مصر عن 10 دول عربية وهي بالترتيب الإمارات وقطر والسعودية وسلطانة عمان والكويت ولبنان والجزائر والأردن وتونس وليبيا معانا ولازال معانا مصطفى عبدالسلام الخبير الاقتصادي معانا من دوحة في البداية أستاذ مصطفى ممكن تشرح لنا ولستادة المشاهدين بشكل مبسط يعني إيه مؤشر التنمية البشرية اله دي اي اللي بيصدر عن البرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة وإزاي بيدهم حسابه يا فمد يعني ده بشكل بسيط هو مؤشر سنة بتعد الأمم المتحدة بناء على ثلاث مؤشرات يعني المسائل بسيطة جدا أولا مستوى الدخل المواطن داخل الدولة مستوى دخل المعيشة وده بيتم حسابه تبقى لمعايير بيحسبها البنك الدولي بتتعلق مستوى الفقر وغيره الأمر الثاني مؤشر التعليم أنت وصلت إيه للتعليم وانفقك على التعليم وترتيبك المؤشر الثالث هو المؤشر العمر أو متوسط العمر داخل الدولة يعني المفاجئة هذا العام أنه ليس في تراجع مصري للأسف عالميا ولكن دولة مع احترام شديد لها والشعبها ومواطنيها زي ليبيا التي تشهد حرب أهلية مشتعلة تتقدم على مصر الأردن رغم كل الأزمات الاقتصادية العنيفة التي تعيشها والاعتماد على الخارج والاعتماد على الديون الخارجية وصندوق النقد الدولي تتقدم على مصر لا أتحدث عن دول الخليج لأن دول الخليج متوسط الدخل فيها كبير يعني دولة زي قطر على سبيل المثال وهي جاءت في المرتبة الثانية في المؤشر متوسط الدخل الفرد 100 ألف دولار وأحيانا يوصل لمية واربعين ألف دولار على العكس في مصر دخول الأفراد تراجعت بشكل كبير جدا بعد أن كانت منذ عامين أربع تلاف دولار دخل الفرد السنويا الآن حسب جهاز المركزي للتعباء والوحصة وهو جهاز رسمي الدخل الفرد السنوي يصل إلى ألفين وربعمائة دولار فقط طبعا مؤشر التعليم لن أتحدث يعني في مؤشرات صدرت منذ أيام أو منذ شهور وضعت مصر في المرتبة الأخيرة في جودة التعليم أيضا متوسط العام يغضع للعملية التعليمية يغضع للوضع المعيشي كلما يغضع للرعاية الصحية يغضع لمعايير كثيرة وبالتالي عندما تكون هناك رعاية صحية رعاية تأمينية قدرة على الشراء قدرة على تلبيط الاحتياجات اليومية يطول متوسط العمر طبعا أستاذ مصطفى السؤال ليه يعني لما تقرير السنة دي بيقول أن مستوى التنمية البشرية ارتفع حوالي العالم لدرجة أن الناس اللي بتعاني من انخفاضه 13% فقط من عدد السكان عالميا في حين أنه وقت ما ابتدى في 1990 كان 60% من سكان العالم في حين أن التنمية البشرية بيتحسن وضعها على مستوى العالم كله إيه الأسباب اللي بتخلي أنها بيتردى وضعها في مصر درجة أننا نترجع أربع نقاط ما بين عام 2017 إلى 2018 لأن ببساطة الإنفاق العام في مصر لا يوجه للإحتاجات الأساسية يعني بمعنى إنفاقك على التعليم والصحة بيتراجع حتى النسبة التي حددها الدستور المصري لا يتم الالتزام بها الدستور حدد نسبة محددة من حجم نتيجك المحل يتم إنفاقه على التعليم والصحة الآن ما ينفق لا يعادل نصف ما حدده الدستور أيضا للأسف الشعب المصري أصبح كما قلت مضغوط يعني دخله لا يكاد يكفي الاحتياجات الأساسية وبالتالي هو بينفق على الطعام والشراب والسكن أكثر مما ينفق على الرعاية الصحية على التعليم على الأمور الأخرى وبالتالي أنا متوقع حضرتك كنت بتسألي ضيفك الكريم في الفقرة الماضية عن إنعكاسات الارتفاعة المستمرة في مستلزمات المدارس على العملية التعليمية سيؤدي إلى تسرب تعليم سيؤدي إلى انتشار الأمية سيؤدي إلى دفع الأهلين في الصعيد إلى ممارسة ما كان يحدث قبل 20 و30 سنة وهي عدم تعليم أولادهم ده بيؤثر بشكل عام على صورة البلاد الخارجية صورتها في المؤشرات العالمية صورتها في مؤشر التنمية البشرية في صورتها على الإنفاق على التعليم صورتها في الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليمية بس يا أستاذ مصطفى يعني الحكومة المصرية طوال الوقت طول الوقت بتقول يا جماعة خطة الإصلاح الاقتصادي بدأت تجني ثمارها وإحنا في زياد في النمو وإلى آخره من الكلام اللي احنا بنسمعها طول الوقت ليه النمو ده وليه خطة الإصلاح الاقتصادي اللي جانت ثمارها دي ما بنيتش ثمارها على المواطن المصري ليه ما وصلش ده بشكل مباشر لتحسين معيشة المواطن المصري يعني للأسف هذا كلام بيقال للتسويق الإعلامي وكلام كبير لا يسمن ولا يغنى من جوع كما يقول الاقتصاديون المواطن لا يأكل مؤشرات المواطن لا يأكل معدل نمو المواطن لا يأكل ما يقال عن تراجع في العجز الموازنة وهذا غير صحية اعطيني مؤشر واحد على أن معدل أو برنامج الاصلاح الاقتصادي حقق ما يقال عنه يعني للأسف هناك ارتفاعات قياسية في الأسعار لم يعد يتحملها المواطن هناك تفاقم ضخم جدا في الدين الخارجي والداخلي هناك عجز متزايد في الموازنة العامة للدولة وبالتالي لا يوجد مؤشر حتى معدل النمو الحالي معدل النمو الحالي سببه الرئيسي أنك بتقوم بتأسيس مشروعات ضخمة جدا هذه العاصمة الإدارية والطرق وغيرها هذه المشروعات بتحرك أمور كثيرة في الاقتصاد تحرك على سبيل المثال مصانع الحديد تحرك مصانع الأسمان تحرك مواد البناء تستقطب عمالة ضخمة جدا للعمل في هذه القطاعات وهذه المشروعات وبالتالي هذا هو السبب الرئيسي في تحقيق معدل النمو الحالي لم ينجم أصلا على زيادة المشروعات الصناعية لم ينجم على تطور في قطاع الزراعة لم ينجم على تطور في القطاعات التصديرية الحقيقية بعيدا عن الأمور التقليدية مثل النفط الخام وغيرها المؤشرات الحالية لننتظر يعني يقال أن البرنامج نهايته عشرين وواحد وعشرين وبالتالي لا أحد ينتظر نوع من الانتعاش الاقتصادي أو انعكاس البرنامج على المواطن قبل هذا الموعد نحن نشكركم تماما من الدوحة ومصطفى عبد السلام الخبير الاقتصادي شرفتنا أستاذ مصطفى ترجمة نانسي قنقر